مع سهولة تحليق الدرونز التي باتت لعبة الحرب بين منافسين كثر ظهرت ايران بصورة كبيرة في الفترة الاخيرة وهي تركب موجة طائرة المسيرة وتمارس طلعاتها الجوية على الساحة العراقية الاكثر جاذبية لتحقيق مصالحها بضرب الاهداف الامريكية باتت المعادلة اكثر اختلافا عما قبل حيث الدرونز التي فتحت العين الامريكية بالتحديق في مصير الفوضى ان استمرت كالطائرات في الانتشار والانتقال من مرحلة القصف الى مرحلة تشكيل الخطر الحقيقي لخدمة نوايا ايران في المنطقة والعالم لكن اعلان مسؤولين امريكيين عزم الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد مشروع المسيارات والصواريخ الموجهة الايرانية باعتبارها تهديدا مباشرا وفق ما افادت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية يكشف شكل المواجهة العلانية وتقييد التجاوزات التي وصلت اليها طهران من خلال تحجيمها سيما ان الاخيرة تبحث عن فرصة تأتي بها من ثبار الاتفاق النووي في شتى الاحتمالات فان العراق هو الاخر يبحث عن عهد جديد دون مسيرات استمرار للتهديد على مستقبل السيادة العراقية وهو ما فعلته حكومة الكاذم بالفعل وسابقا عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض بنامج الصواريخ الايرانية في السنوات الماضية كانت النتاج هي الافضل بتقييد المشهد الصاروخي الايراني وهو ما تريده واشنطن مع العقوبات على المسيرات وهي الاكثر خطورة ليس على امريكا فحسب بل على العراق الذي يعتبر انهيار الاقتصاد والامن فيه هو استمرار للنفوذ الارهابي وخلاياه وهو ما يضرب امال البيت الابيض في القضايا على براثين الارهاب ووصول العراق الى مرحلة الاستقرار والانفتاح على العالم اشتركوا في القضايا